رحبت الخارجية المصرية بما أعلن عن نجاح الجانب الأمريكي في القضاء على الإرهابي أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش وما يمثله ذلك من خطوة همة في إطار السعي للقضاء على الإرهاب مستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية صرح النهاردة بأن هذا التطور بيتعين معهم وصل التضافر للجهود الدولية وكمان توحيد العمل للتصدي الإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره دون تمزئيز تنبع كافة التنظيمات الإرهابية التكثيرية مثل داعش والقعدة والإخوان الإرهابية من ذات المصدر الأيديولوجي المتطرف شدد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية على ضرورة معالجة ظاهرة الإرهاب من منظور شامل يأخذ في الاعتبار الأبعاد الأمنية والتنموية وكذا المواجهة الفكرية بغية تفنيد المفاهيم المغلوطة للنصوص الدينية اللي بتروغ لها الجماعات الإرهابية مرصد الفتاوى التكفيرية والأراءة المتشددة التابعة لضر الإفتاء المصرية قال النهاردة أنه مقتل أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الإرهابي لن يمثل ضربة كارثية على وجود التنظيم الإرهابي وأوضح مرصد الإفتاء في تقرير أصداره اليوم أنه التنظيم الداعيش الإرهابي لديه كوادر شبابية تمرست في المعارك ووصلوا للمناصب بقيادية في التنظيم لدرجة أنه يتم تصنيفهم كاريم ووز شر وخطر وفق المؤشرات اللي ابتدعها الجماعات الإرهابية العالمية أشار المرصد أنه داعش لن يقف مشلولا بعد مقتل بغدادي فقد أصبحت منظومة القيادة في داعش أعمق وأكثر اتساعا بشكل لم يسبق له مثيل في مثل هذا النوع من الجماعات الإرهابية حيث يتوقع أن يدفع التنظيم الإرهابي بقادة جدد لملء الفراغ اللي خلفه أولئك الذين تم اغتيالهم معانا هاتفين دكتور حمادة شعبان مشرف وحدة الرصد باللغة التركية بمرصد الأزهر تحياتي لك دكتور حمادة الصدمة لتلقتها التنظيمات الإرهابية بمقتل زعيمها أو زعيم داعش هل هي كافية لتفكك أو انهيار التنظيم الإرهابي؟ بسم الله الرحمن الرحيم اسمحيه في البداية وأستاذ أمل أني أشكر حضرتك وأشكر قناة النيل للأخبار على هذه الاستضافة وعلى متابقة هذا الموضوع الحقيقة خلينا أقول لحضرتك أن تنظيم داعش الإرهابي ليس تنظيم الفرد الواحد وليس تنظيم الشخص الواحد هو تنظيم قائم على فكرة وتنظيمات القائمة على الفكرة والتي يكون عناصرها دائما مكونة من متشددين زينيين ومع ضباط أو ناس من خلفية عسكرية دائما بيكون صعب جدا أن هم يتأثروا بموت فرد أو بموت قائد أو بموت زعيم أي أن كانت كريزمة هذا القائد أو أي أن كانت شخصيته حضرتك والسادة المشاهدين يعرفون أن تنظيم داعش كان قيادات الصف الأول تقريبا 2 أو القيادات التاريخية أو القيادات المؤسسة كانوا 42 قيادي يعتبر أبو بكر البغداد هو آخر هؤلاء القادة الذي قتل السبت الماضي كما تبعنا على مدار نشأة هذا التنظيم منذ أيام أبو مصعب الزرقاوي بيكون دائما مقتل القائد أو مقتل الزعيم ما هو إلا صدمة مجرد صدمة هذه التنظيمات قائمة كما قلت لحضرتك على الفكر وهي الآن موجودة في بعض الأماكن المختلفة في العراق وسوريا تحتاج إلى وقت أي نعم تحتاج إلى وقت الاختيار من هو بديل عن البغداد وحتى يحدش هذا الأمر قد هيكون هناك أمام هذا التنظيم ثلاث تحديات هذه التحديات قد يستغرق وقت طويل إلى حد ما بحين إعلان قائد أو إعلان زعيم جديد بعد إعلان الزعيم الجديد هتقوم هذه هتقوم الفروع المختلفة للتنظيم ببيعاتها وقد يستغرق هذا الأمر عام أو عامين على حسب قدرة التنظيم على الاستعادة لأن مقتل التنظيم حضرتك وأستاذ المشاهدين يعرفون أن مقتل التنظيم كان مقتله بعد فترة بسيطة جدا من القضاء على السيطرة المكانية للتنظيم فلم تعد صدمة واحدة بل أصبحت صدمتين من تهي السيطرة المكانية بالقضاء على آخر معصل للتنظيم في البغوز السورية والقضاء على قائد التنظيم وهذا الأمر قد يؤدي إلى إنشكات بعض العناصر قد يؤدي إلى الآن المصادر الأموال لا يعرف مصيرها قد يكون القادة الذين يسيطرون على هذه الأموال قد يطمعون فيها وقد يهربون بها كما حدث بعد مقتل أصدر قاوي وبعد مقتل أبو حمزة المهاجر هذا ما ستشكر عنه الأيام إن شاء الله الأيام القليلة القادمة لكن في فرق لم يحدث هذا أو لم يتضح هذا جليا مع موت بن لادن جاء أيمن الظواهري أصبح هو أو أعلن نفسه أو أعلن داخل تنظيم القاعدة إنه هو القائد الجديد أو الزعيم الجديد يعني ما فيش مقربة أو هل من مقربة ما بين تنظيم القاعدة بقيادتها وما بين تنظيم داعش الحقيقة السؤال ذا مهم جدا لو كان هذا السؤال سوء إلى ليه قبل ستة أشهر أو تحديدا قبل 29 إبريل 2019 وهو الظهور الثاني للبغدادي كنت قدرت أقول لحضرتك إن الفرق شاسع ما بين تنظيم القاعدة وتنظيم داعش خصوصا في الظهور الإعلامي وفي الشخصية المعنوية حضرتك تعلمي وأستاذ المشاهدين أسامة بن لادن كان هو القائد الروحي للتنظيم كان هو المتحدث الإعلامي للتنظيم كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر كان دائما ما بنسجل الشرطة ويبعث الجزيرة والجزيرة ديها فكان بالتالي كان يمثل شخصية معنوية لدى أفراد تنظيم داعش الإرهادة والتنظيم القاعدة بعد مقتل أسامة بن لادن فقدت تنظيم جزء جبير جدا من قوته التنظيم داعش يختلف في إنه ليس تنظيم الرجل الواحد وليس تنظيم الفرد الواحد وليس تنظيم القائد الواحد تنظيم داعش كان دائما ما يجعل أو ما يصدر للمشاهدين أو يصدر للجمهور فكره المتطرف وفكرة بناء الدولة المزعومة وكان لا يصدر أبدا أبو بقر البغداد أبو بقر البغداد ظهر مرة واحدة عام 2014 أعلن قيام دولته ثم اختفى لكن من 29 إبريل الماضي وحتى مقتله ظهر فيه 6 أشهر ظهر مرتين مرة في تسجيل صوتي ومرة في تسجيل مصور في فيديو وده بخلاف المجموعة من الفيديوهات التي أصدرها التنظيم طوال الفترة اللي فاتت باسم العاطبة والمتقيم كانت كلها باعة لقائد التنظيم ومتح له يعني في الحقيقة في الستة أشهر الأخيرة صارت القاعدة صار تنظيم داعش وانتهى جنهج القاعدة خصوصا فيما يخص الظهور الإعلامي لقائدة لذلك هذا الأمر السؤال هذا السؤال اللي حضرتك سألته لو كنت سألته لي قبل ستة أشهر كنت أقول لك أن موت أسامة موت أبو بقر البغداد كان لن يؤثر تأثيرا قويا على تنظيم داعش بخلاف الوقت الحالي بعد هذا الظهور وبعد هذا التلميع لشخصيته قد يكون مؤثر جدا على التنظيم وقد يؤدي إلى انتشكاكات وقد يؤدي إلى عملية خمول كبيرة في العمليات وحتى يتم تعيين قائد آخر وحتى يتم إعادة هيكلة التنظيم من جديد وحتى تتم البيع له هذا الأمر ستصار فترة طويلة كما حدث بالضبط بعد مقتل أبو عمر البغداد وأبو حمزة المهاجر عام 2011 تولى أبو بقر البغداد وعادها هيكلة التنظيم ولم يظهر إلا في عام 2013 وأعلن وصل أبو في عام 2014 و2015 أنا بشكر حضرك شكرا جزيلا دكتور حمد شعبان مشرف وحدة الرصد باللغة التركية بمرصد الأزهر ونروح